إذا بنعرف وبنفهم تركيبة فقرات الرقبة العنقية السبعة وارتباطها في الجمجمة وشو العصاب اللي بتخرج من بين هذه الفقرات واللي بتكون قارجي جزء منها من النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي والجزء الثاني بيكون عصاب دماغية زي العصب السابع والعصب الخامس والعصب الحائر فالمنطقة الأولى اللي هي المنطقة العلوية من الرقبة اللي بتتشكل من فقرتين لثلاث فقرات الفقرة الأولى الأطلس الفقرة الثانية العكسيس الفقرة الثالثة هدول الثلاث فقرات بيخرج منهم العصب الحائر اللي هو عصب مسؤول عن تغذية الجهاز الجار سنبثاوي الجار سنبثاوي يعني مسؤول هذا العصب عن التنفس عن التعرق عن الغداد اللعبية عن العضلات السطحية في الرقبة مسؤول عن حركة التنفس مسؤول عن حركة الجهاز الهضمي مسؤول عن انتقال المعلومات من الجهاز الهضمي والكولون والأمعاء لإدماء موجود عنا كمان الاكسبيتال نيرف الاكسبيتال نيرف اللي هو بيغطي الجمجومي من الخلف من الجهة اليمين ومن الجهة الشمال بيخرج من السي وان والسي تو في عنا العصب الحجازي العصب الحجازي يخرج من السي ثري السي فور سي فايف سي 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 سيفن سي ثري للسي فايف بيخرج منهم العصب الحجازي اللي هو عصب رئيسي وبغذي عضلة الحجاب الحاجز وبخرج من الرقبة السي ثري الى السي فايف وبتفرع من المنطقة الأمامية وبنزل عند عظمة القص وبغطي عضلة الحجاب الحاجز اللي هي مسؤولة بخمس وسبعين في المية عن حركة الشهيك والزفير فشوفوا اذا صار في عنا خلل في هذا العصب شو بيصير في عنا من ضيق نفس وصعوبة في التنفس وتنفس زائد او عدم القدرة على القحة او العطسة يعني هاي حركات تنفسية وجايب من العصب الحجازي وفي عصب تانية اللي هي الاكسيسوري نيرف هادي الاكسيسوري نيرف اللي بيخرج من السي وان والسي تو والسي ثري هذا بيغطي اللي هو العصب الدماغي الحادي عشر هذا الاكسيسوري نيرف الاكسيسوري نيرف بيغضي المنطقة العلوية من الرقبي يعني والاكتاف بصير في عنا تشنجات بصير في عنا آلام غير العصب الخامس اللي هي وبخرج من منطقة الفام وبعطي آلام حادي وبتصل في النقاع الشوقي